نجيب أبو كيلا يعلن فوزه بولاية ثانية لرئاسة السلفادور بأكثر من 85% من الأصوات أبو كيلا البالغ من العمر 42 عاما أعلن نتيجة الانتخابات بنفسه على منصة X قائلا إنه قد فاز برئاسة السلفادور لولاية ثانية لكن من هو أبو كيلا؟ نجيب أبو كيلا رجل أعمال من أصول فلسطينية ولد عام 1981 في سان سلفادور لأبنذ أصول فلسطينية دخل عالم ريادة الأعمال في سن صغيرة وكان الوكيل الحصري لمنتجات شركة ياماها في السلفادور تولى رئاسة السلفادور عام 2019 فيما يلقب نفسه بأروع ديكتاتور في العالم وحقق شهرة واسعة في البلاد بسبب حملته الشرسة ضد العصابات والتي تم فيها اعتقال أكثر من واحد في المائة من سكان البلاد غير أن الاتهامات تلاحق إدارته بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيما كشفت إحصائيات أن حوالي 8 من كل 10 ناخبين يؤيدون أبو كيلا أبو كيلا أثار جدلا واسعا بين الجاليات الفلسطينية بالسلفادور عام 2018 حينما زار إسرائيل وأجرى عدة لقاءات مع رؤساء بلديات لسيما تل أبيب والقدس وشارك في طقوس يهودية عند حائط البراق وجبل هرتسل في القدس ترجمة نانسي قنقر